السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مقرر رياضة المالية بكلية الأعمال جماعة الملك خالد يقدمها لكم الدكتور تامر حسن الأستاذ المساعب قسم إدارة الأعمال بالكلية مادة رياضة المالية مادة هامة جدا جدا لتعلقها بالواقع العملي يحرك ان شاء الله بعد ما تتخرج أو حاليا وانت طالب برضو ممكن تكون بتتعامل بعض المعاملات المالية في السوق من خلال هذه المادة هتعرف كويس جدا كيف تتعامل المؤسسات المالية في الأسواق المؤسسات المالية دي زي الباسة البنوك زي التجار اللي بيبيعوا بالأقصاط هتعرف كل حاجة متعلقة بالماليات وخصوصا يعني التعاملات مع البنك وكيفية التعامل مع إزاي أخد تمويل شخصي أسدده مبكر إزاي حصل لظرفه وتأخرت فيه أسدد إزاي متأخر معايا سيارة بدفع أقصطها إزاي كل المعاملات اللي بتتم يوميا تقريبا هنعرفها من خلال هذه المادة وهي مادة شيقة ومحتاجة أن يكون عندنا طبعا أساس رياضي لأن احنا طبعا المادة دي كان قبلها مادة رياضيات الأعمال كان متطلب سابق لأن دي بتحتاج شوية شغل معادلات وجابلي كده بسيط منحتاج نكون عندنا خلفية عنه وإحنا طبعا هنوضح بهدوء كده الحاجات اللي هنتعامل بيها المادة دي ليها طبيعة خاصة أن فيها بعض المفاهيم اللي لازم نبقى عارفينها كويس جدا قبل ما نشتغل فيها فالنهار ده أول فيديو كده بس هنؤسس أرضية المادة أو إزاي المادة دي ماشية معانا بسم الله كده نبدأ المقدمة بتاعت هذه المادة الرياضة المالية بيقول لي من أهم العلوم التي تم المعاملات المالية المتعلقة بإيه؟ بالفوائد كلمة فايدة دي معناها الزيادة في المال سواء حضرتك مثلا حطيت مال في البنك عشان تستفاد به للمستقبل يزيد أو اقتردت تمويل من البنك وبرضو البنك هيستفاد من وراك بالفوائد بتاعت هذه التمويلات أو القرود فالفوائد سواء كانت هذه المعاملات في شكل إيداع يعني حضرك الوقتي أنا معايا ألف ريال رحت رايح على بنك الراكحي مثلا قلت له أنا عايز أودع هذه الألف ريال لمدة سنة رحت له أنا بعد سنة أسحب المال ده لقيتهم بقوا ألف ومية الله إيه اللي حصل؟ لأن البنك قال لي أنا بتعامل بحاجة اسمها معدل فايدة عشرة في المية يعني فيه ميت ريال زيادة زادت هنا عندي الميت ريال دي اسمها الفايدة هنعرف دلوقتي إزاي تحسبت الفايدة دي وكل حاجة مع الفيديوهات إن شاء الله اللي هتتعلق بهذه المادة هتعرف كل حاجة بتتحسب إزاي طبعا كلمة أودع فلان ألف ريال زي اقترد فلان بالزبط يعني لو اقتردت ألف ريال برضو هسددهم بعد سنة أزيد من ألف ريال لأنه برضو حساب لي حاجة اسمها الفايدة طيب المادة دي كلها بتنقسم إلى قسمين قسم اسمه الفايدة البسيطة زي ما احنا شايفين قدامنا كده وقسم اسمه الفايدة المركبة الفايدة البسيطة بتتعلق بالقروض أو المعاملات قصيرة الأجل أما الفايدة المركبة بتتعلق بالمعاملات طويلة الأجل الموضوعات اللي هندرسها تحت الفايدة البسيطة تقريبا هي الموضوعات اللي هندرسها تحت فايدة المركبة ولكن كلهم حسب قوانينه ومعاملاته نبدأ باسم الله كده الفايدة البسيطة اللي هي النص الأول للمنهج المقرر علينا في الرياضة المالية الفايدة البسيطة أول حاجة فيها هندرسها اسمها الفايدة والجملة طب الفايدة اللي أنا قلت لك هي إيه اللي هي الحاجة اللي بتزود المال يبقى الفايدة هي الزيادة في رأس المال النتيجة عن استثماره لمدة معينة او في مدة معينة بمعدل معين كل بنك يقولك انا استثمار عندي 10% سنويا او 8% حسب البنك الفايدة البسيطة لها رموز سبتة المسألة عندي بتيجي مسألة كلامية يا جماعة يعني انا بقولك ايه قصة كده اقترض ابو فلان ابو فيصل مبلغ كذا ولمدة عشر شهور مثلا نقديك قصة كده القصة دي مش هينفعه دقراها للاخر القصة دي انا لازم اترجمها من كلام عربي الى رموز فالرموز دي لازم هتحفظ الرموز اللي قدامنا دي تحفظ هتحفظها مع الوقت وكثرة الامثال اللي هنحلها سوى ان شاء الله اسمول هي رأس المال يعني قلتلك مثلا اقترض احمد الف ريال يبقى ايه ب الف ريال يبقى لو اقترض احمد الف ريال يبقى اكتب الايه الف ريال لمدة سنتين يبقى اكتب اتنين سنة طبعا باكتب الارقام بالانجلش لان الكتاب المرجع اللي هنش اشغالين بينه شغال بالارقام باللغة الانجليزية والرموز ايضا لكن المسائل بتكون باللغة العربية فقلتلك مثلا اودع احمد الف ريال لمدة سنتين يبقى ما عدش اكمل المسألة لا انا اترجم الرموز ان الرموز دي سابتة طول الرموز دي سابتة طول المنهج يبقى اقترض الف ريال يبقى الايه ب الف ريال لمدة سنتين بمعدل فايدة مثلا 15% سنويا اكتب كده اي سمول اللي هو اسمه معدل الفايدة معدل الفايدة ده اللي البنك بيحدده مش انا مش انا كشخص يعني البنك هو اللي بيحدده فمن هذه المعلومات هقولك ايه احسب بقى احمد ده فايدته في نهاية المدة هتبقى ايه يعني انا حطيت 1000 ريال في البنك لمدة سنتين بمعدل 15% احسب لي الاي اي يعني ايه اي كابتل هي الفايدة المستحقة في نهاية المدة انا اجا اقولك ما هي الفايدة المستحقة في نهاية المدة يبقى انا عايز الراجل ده استفاد ايه بعد السنة حطيت 1000 ريال سنتين في البنك استفدت بيها طب هحسبها ازاي نيجي بقى نشوف هنحسب القصة بتاعة احمد دي ازاي اول قانون هيقابلنا في الفايدة البسيطة او القوى اسم نسميه قانون الاساسي ان اي اللي هي الفايدة اللي احمد استفاد بيها بعد السنتين دي بتساوي المبلغ اللي حطه في المعدل في المدة يبقى بضرب المبلغ في المعدل في المدة يبقى الثلاث معلومات اللي انا قلتها لك من شوية دي ان احمد حطى 1000 ريال بمعدل 15% 15% لمدة سنتين اضرب دهف 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 ده هيديني احمد استفاد قد ايه خلال السنتين تمام كده يبقى هتديني طبعا 15% دي يا شباب بتساوي 15 على 100 يبقى ممكن نترجمها كده 1000 في 15 على 100 با دايما علامة في المئة تقسم يقسم الرقم على 100 هنشيل الصفرين مع الصفرين يبقى عندك 150 في اتنين يبقى الراجل ده استفاد ب300 ريال خلال السنتين يبقى خلال السنتين حط الفلوس دي او المبلغ ده 1000 ريال بعد سنتين بعد اتنين سنة جاي اسحابهم من المكنة لقاهم او من الصراف لقاهم 1300 ريال يبقى 1300 ريال اللي زادوا دول هم دول 1000 طيب دلوقتي انا كان عندي في القصة البسيطة اللي قلتها دي ان اي كابتل هي اللي مجهولة يعني انا عايز احسب الفايدة اللي الراجل ده استفادها اللي هو احمد الله طب احنا ممكن يجي لنا الاي هي اللي مجهولة او الاي هي اللي مجهولة او الان فعملنا هرم زريف كده اللي انت شايفه قدامك ده الهرم ده بيقول لي انت تقدر تحسب اي رمز مجهول ازاي طبعا انا عندي اربع مجهيل او اربع رمز ما ينفعش يجي لي اكتر من مجهول هو مجهول واحد بس اللي هيتطلب هو لك احسب رأس المال احسب الفايدة احسب المدة احسب معدل الفايدة وهكذا فالهرم ده اللي في رأس الهرم هنا مين اي كابتل يبقى دي هي في رأس الهرم لو هي اللي مجهولة يبقى ادرب الاي في الاي في الان يديني الاي كابتل اما لو الاي مثلا اللي مجهولة طيب اجيب اللي في رأس الهرم اللي هي فوق ده جابري بقى المفروض ده جابري يعني طبعا بس احنا عملينا بشكل هرمي كده هجيب الاي ده واعتبر ان ده شرطة الكسر يبقى الاي دي مش هتتحرك من البسطة ابدا يبقى الإيه لو مجهولة هي اللي مطلوبة أقسم الآي على الباقي الباقي القانون فيه إيه آي الصغيرة ضرب إن طب لو الإن اللي مجهولة برضو الآي كابتال فوق ما بتتحركش هي فوق في رأس الهرم ما بتنزلش هضرب برضو الآي في الآي طب لو الآي هي اللي مجهولة الصغيرة آي سمول يبقى اللي في رأس الهرم هقسمها على إيه ضرب إن يبقى هنشوف الكلام ده من خلال المسائل ونتضرب عليه كويس جدا ولكن دي بس فكرة كده عن القصة البسيطة اللي قلتها لك عن أحمد اللي هو أودع كذا كذا